بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في البداية بحب بشكر ربنا سبحانه وتعالى يمكن مرت علي كده يعني حالة صحية طريقة كده والحمد لله ربنا عفانا والحمد لله فبشكر الله سبحانه وتعالى وبشكر رحية المشاعر الطيبة جدا جدا اللي أنا شفتها من الناس كل الناس ومن الأطباء والاهتمام البالغ اللي أنا شفته الحقيقة دي حسستني بنعمة كبيرة جدا جدا ربنا أنا عم بيها عليها الحمد لله يا رب يعني يحفظها من الزوال يا رب إن شاء الله يعني فبشكر الجميع يعني يمكن الموضوع اللي أنا عايز أتكلم مع حالكم فيه النهاردة هو موضوع طيب عن أربع سنوات قادمة بالنسبة للنادي الآلي قايمة اللي احنا عايزين نتكلم عليها ولكن قبل ما أتكلم على القايمة يمكن يحتأخرنا شوية في أعلان القايمة لأن الأسف الظروف الطرق قضيت كان فضل 48 ساعة يعني قلت لكل الناس اللي إحنا شايفين ممكن يقدموا وراءهم في القايمة أقدموا وراءكم وأنا هرجع أتكلم في المضوضة تاني لكن بس قبل أتكلم في القايمة أحب أن أنا أتكلم واشكر زملائي في مجلس إدارة الحالي أربع سنوات فاتت برضو بفتكر دلوقتي وقابليها بشهور الحقيقة لما فكرت أرشح نفسي للنادي الأهلي حطيت زي رؤية وحطيت زي استراتيجية نفسي أنها تتم في النادي الأهلي ونفسي أن أنا أحققها جواه النادي الأهلي ولما حطيت الرؤية ديت بناء علي وجات وقت الانتخابات اخترت مجموعة من الزملاء اللي أنا شايف أن كل واحد يساهم في تحقيق هذه الرؤية وقبل ما اختارهم عرضت الأمر كله على لجنة الحكامة بالنادي الأهلي اللي هي العرف للسائد بالنادي الأهلي من زمن طويل يعني أفتكر حسب رؤيتي أو حسب فكرتي يعني أو أفكاري أن من أيام الراحل الفريق مرتجي مع الكابتن صلاح سليم رحمة الله على الجميع كان برضو في وفيه زي لجنة حكماء رئيس النادي يقول رؤيته ويقول تصوره ويقول مين الأشخاص اللي يحب أنه يتعاون معهم علشان يناقشوا فيها وبتبقى مناقشة بسيطة ومناقشة سهلة لأن الهدف الوحيد أو الهدف الأسماع لكل هو مصلحة النادي الأهلي فاللجنة أو اللجنة الحكماء كلهم ناس كبار كلهم ناس ما عندهمش أي يعني اهتمامات غير مصلحة الأهلي ورئيس النادي عايز مصلحة الأهلي والأعضاء الداخلين عايزين مصلحة الأهلي فكلنا بنجتمع حول مصلحة النادي الأهلي عشان كان بباش فيها يعني مشاكل أو فيه أي نوع من أنواع الاختلاف لكن فيه مناقشات فيه نتشاور في النهاية تسعة وتسعين في المية إذا ما كانش مية في المية التشاور ده بيبقى مكبول طالما رئيس النادي قال الكلام ده وتناقش فيه من الحكماء الموضوع بيبقى سهل وأنا شخصيا ما دخلتش الانتخابات مع الكابتن صالح كان سنة 92 ومن 92 لألفين دخلت ألفين بعد كده من 92 لغاية ألفين كنت واحد من الناس اللي بيتاخد رأيهم في القيمة بيتاخد رأيهم في الأشخاص اللي تخلين بيتاخد رأيهم في النادي الأهلي رايح فين والمستهدف تعوئيه وبناء عليكم يعني أنا تعلمت دوت من هنا طبعا عايزة نقل بقى للدورة اللي احنا فيها دلوقتي الدورة اللي احنا فيها دلوقتي حطيت برضو رؤية وحطيت أفكار وبتكلم مع اللجنة أكتر من مرة قعدنا مع بعض كتير الحقيقة يمكن برضو حطنا في بعض السادة الحاليين الزمرة الحاليين موجودين اللي أموا بدورهم كاملا يعني وفيه ناس متطلعة أنها تكون تختم النادي الأهلي لما حطيت رؤية اللي أنا قلتها في المؤتمر اللي أنا عملته اللي هو مؤتمر يعني بنوعيد مع بعض الأفكار مع أعضاء الجامعية العومية ومع جماهيرنا احنا قلنا إيه في عائلة الأهلي عايزين نحق كذا 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 إحنا كان فيه المؤتمر السابق اللي إحنا قلنا بقى إحنا وصلنا وحققنا إيه اللي حققنا في الفترة اللي فاتت نفس الكلام حصل حطيت الرؤية دي برضو قلتها في المؤتمر واجتماعت بيه اللجنة أكتر من مرة لقينا إن إحنا الأسماء اللي موجودة على الحالي وفيه أسماء عايزة تخدم نديها من بره حطينا كل الأسماء وشوفنا مين أصلح الناس سمع وجهة نظري إن مين أفضل العناصر اللي ممكن تكون موجودة تحقق الهدف المطلوب تحقق الرؤية المستقبلية اللي إحنا شايفينها للنادي الأهلي فترة قادمة طبيعي جدا إن يكون هناك بعض الأسماء اللي هم أولاد النادي الأهلي يعني ما يكونوش مش المرحلة دي مش هي المرحلة دي اللي ممكن يكونوا موجودين فيها يعني لكن ده لا تقلب منهم أبدا لأنهم ناس كلهم أسماء كويسة كلهم كدرات كويسة جدا جدا لكن هي زي ما قلت هي رؤى وأفكار في عايزين لنا حقق حاجة معينة مين يقدر يحققها شوية أكتر من الثاني فدوت اللي إحنا اتفقنا عليه وهنا نقطة مهمة جدا أسعادتني حقيقة جدا يعني لما حطينا الرؤى دي وكل اللجنة بالإجماع وافقوا على الرؤى وافقوا على الأسماء اللي أنا اكترحتها بالإجماع عشان كده السادة الزمل اللي هم لم يشملهم التوفيق إنهم يكونوا موجودين في الدورة اللي جاية وكانوا موجودين معنا دلوقتي الحقيقة لقيت أمر مثالي يعني أمر مثالي بس مش جديد على الأهلي إن الأهلي يعني بنقول الأهلي فوقوا الجميع فوقوا جميع ابنائه إن الأهلي بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبجماهيره هو صانع كل الأسماء إحنا كلنا محدش كان هيعرفنا لما كنات في المدى الأهلي أنا وغيري فإحنا في المرحلة داية الناس أسعادني إيه بقى إنهم لم يشملهم التوفيق إن يكونوا موجودين الدورة دي قميز الناس بمنتهى البساطة وعادي سأدي أمثالي يعني بعد زندوكم مثلا الأستاذ بريم الكفراوي أستاذ بريم الكفراوي جي ابن النادي جي قاعد معايا الموضوع خمس دقايق فهم الموضوع إيه فورا أنا كابتن أنا تحت أمر النادي برة جوا أنا تحت أمر النادي جي بعد كده كابتن جوهر نفس الكلام برضو إن يا ابن النادي كابتن أنا مش موجود وأنا تحت أمركم وأنا معاك قايمة وأنا بأيدي قايمة هو وبرهيم رانيا علواني موقفها واضح برضو للناس إن هي برة القايمة لكن بالدعم تماما القايمة اللي موجودة علشان كده أنا يمكن لنحية بشكرهم لأنهم قدموا مصلحة النادي قبل أسميهم وقبل مصلحةهم الشخصية لكن كل واحد ممكن بليه دور زي مثلا الأستاذ بريم الكفراوي في مثلا عندنا من دن الأفكار اللي احنا عايزينها الدورة اللي جاية تطوير النشاط الرياضي تطوير النشاط الرياضي كنت محتاج حد يكون عنده من الخبرات الكبيرة جدا في كل أمور النادي في النشاط الرياضي ده بس مش عيده مجلس دار علشان يتكلم بحرية علشان يقدم بحرية فده أمر أعتقد أنه هو ابراهيم لما فهم ده كان عيد جدا ومهتم جدا أنه يحقق مصلحة النادي حتى لو من بره المجلس وهكذا كل زميله في مثلا من دين الناس كان يتمنوا يكونوا موجودين مثلا الزميلة أو الابنة لم يمختار لكن لم يشملها الاختيار موقف جميل وهادية خالص ودنيا بالنسبة لأهلي أولا ده بالنسبة لي مجلس مجلس الإدارة لكن أرجع تاني بقى لقائمة لما تأخرت شوية عشان ظروف المرضية كان الوقت أزف جدا وكان الوقت المفروض ان احنا لازم نقدم ورقنا فأنا الحقيقة وأنا برضو بشكر بقى الناس اللي موجودين في القائمة دي دلوقتي أنه محدش فيهم قدم ورقه ومحدش فيهم راح يعني تقدم بقى لطرشوع إلا بعد ما رجع لي وأنا اللي قلت لهم روحوا من كلهم تفضلوا روح أقدموا ورقكوا دلوقتي كان عندنا جالسة عشان احنا تم ثمان أفراد الثمان أفراد قولت الأمة الفوق السن قلنا خلاص احنا هيكون في فرد موجود هنشوف برضو مين هنقرب كده مع اللجنة مين الأقرب واحد يكون ما يكون شي دور معانا من راضي يكون دور مرة كاية إن شاء الله أو يستخدم برضو في خدمة النادي الفتاة اللي جاي ولازم أتكلم بقى هنا على موقف حقيقا برح مع أنه إنسان ما اشتغلش في النادي خالص هو ابن النادي ولعب في النادي ولكن إنسان خلاني أشوف قيمة الحياة وقيمة الأصول وقيمة الأخلاق العالية جدا جدا الأستاذ خالد عبدالقادر خالد عبدالقادر من الشخصيات اللي الحقيقة مكسب لأي مكان خالد حاجة رؤى وأفكار ونجاح في أعماله يفيد جدا فيه ناس بتأثر إنها برؤيتها وبأفكارها خالد من النوع ده وخالد في أي مجال مش بس فعلا قالي إنه هو فعلا إنسان ناجح ما عنه إنسان ناجح كنت أتمنى أنه يكون موجود لقيته بمبادرة فيها أنواع من أنواع يعني الحقيقة اللي مش عايزة الشهامة الخلق الطيب إنه الرجل جيه عايزة معك كابتن فضل يا خالد وخالد بقيته من أول الناس عندي فقال لي أنا كابتن أنا حاس بكذا كذا وأنا الحقيقة يمكن كل اللي موجودين عاشوا الفترة وعندهم خبرات جوا النادي أكتر مني شوي فأنا تقديرا للمواقف ده أنا بعتذر وأنا مش عاوز أكمل علشان أدي الفرصة للزملة التانية وأنا معاكم ومع القايمة وأنا تحت أمر النادي في أي وقت النادي محتاجني فيه أنا مع النادي الأهل أنا كنت يعني الحقيقة حزين إنه هو يعني مش موجود وفي نفس الوقت سعيد إنه شوف يعني رؤية بهذا الشكل أو شخصية بهذا الشكل لأنه أقول ده واحد ابن النادي وهاجل الكلام دوت على أبناء نادي ضحه كتير لكن ده راجل ابن النادي بس ما دخالش مجل الزهرة خالص وحاس إحساسه الشخصي بس إنه هو يعمل نوع من أنواع الاستقرار اللي هو النادي الأهلي يهمه جدا يكون دايما في القايمة بتاعته فيه استقرار وفي عمله وفي مناقشاته وفي اجتماعاته فيه تجانس وفيه استقرار فأنا بشكر خالق جدا من هنا بقى أنا ممكن بقى أعاز أتكلم على القايمة بقى القايمة بتاعتنا برضو زي ما قلت إحنا قلنا رؤى في مؤتمر اللي أنا مراجعة الأعمال اللي إحنا عملناها المؤتمر ده حاطت رؤى فيه من الرؤى دي بتيت اختار بعض الأسماء وزي ما قلت بقى أكرر تاني إن كل الأسماء اللي تم اختيارها يعني الناس الكبار الحكماء اللي إحنا بنوعد معهم وده مش عيب بالعكس إحنا اللي مالوش كبير ما أعتقدش إنه هو هيكبر يعني فتناقشنا كل الأمور وشفنا وبالإجماع اتفقنا على العناصر اللي أنا أقول لحضراتكم عليها دلوقتي بالنسبة لي النائب نائب رئيس مابيس دارة هو الأستاذ العمري فاروق بالنسبة لي أمين الصندوق المهندس أو الأستاذ خالد الأستاذ خالد مرتجي وهنا عايز أقفشوها مع خالد مرتجي لأن خالد مرتجي الحقيقة ابن من أبناء النادي الناس الأصيلة جداً الأصيلة جداً في إيه؟ خالد الدورة اللي فاتت كان جيه كان نكلمني نعاوج يكون لي مكانة تانية وعايز يكون في حتة تانية لكن برضه قلت له نفس الكلام أنا واللجنة شايفين مكانك عدو المرادي يا خالد خليك عدو المرادي يا خالد خالد يعني برضه ما خدش لحظات طالما ده مصلحة الأهلي أنا مع مصلحة الأهلي وخالد مش في هذا الاتجاه فالحاجات دي مش من لقيها كتير النوعيات دي مش موجودة كتير عشان كده المرادي لما جينا فكرنا في أمانة الصندوق أمانة الصندوق إحنا لين رؤية الفترة اللي جاية وهي رؤية قلتها برضه في المؤتمر من أهم الرؤى بتاعتنا إن إحنا إنجاح الشركات السلاسة اللي إحنا نادي الأهلي ده مستقبل نادي الأهلي تلت شركات كبار شركة أهلي كرة القدم شركة أهلي منشآت رياضية الاستاد وكل الفروع المستقبلية شركة الأهلي الخدمات رياضية اللي هي بتقوم بكل خدمات رياضية داخل النادي اللي عايزين نفعلها بعد كده مع كل يحب الأهلي وجمهير الأهلي في الخارج يعني تلت شركات دولت لا شك إنه هم أو التصور اللي أنا عارفه طبعا بيبقى لهم علاقة دلوقتي بشركات عالمية إزاي تعاونوا سوا فإحنا فكرنا مين الشخص اللي يكون عنده من القدرة أو من التعامل العالمي وعنده شركة ناجحة جدا أو شركات ناجحة جدا برضه عالمية وكلها مع شركات عالمية مين اللي عنده القدرة دي يكون أمين صندوق ويكون ينظم العلاقة المالية اللي موجودة ما بين النادي الأهلي ما بين شركاته الثلاثة مع الترابط مع الشركات العالمية اللي من تكلم عليه حد يكون جرب ده وشافه وعاشه خالد يعمل ده وخير عشان كده خالد بقى تمان كمان كم مرة في مجلس الدارة شاف كل كبيرة وزيارة فيعرف ازاي يعني كل المصرفات العادية بقى اللي جوبه النادي واخروج مال ودخول مال ومصروفات كورة ومصروفات دي عارف كل ده خلاص فده الموضوع البسيط موضوع الاهاتف الأكبر هنجح ازاي دي ونشتغل على مستوى عالمي مع الشركات دي مع الشركات اللي هتتعاون مع شركات الاهلي ان شاء الله يكون واحد يقدر ينظم هذا العمل ده بالنسبة للخالد أنا بس وقفت عند خالد شوية عشان المستهدف موجود والحقيقة زي ما قلت اللي هو دايما بنختاره في حتة برضو نفس الكلام كان عنده رؤية برضو المرة دي ومع ذلك احنا لو قلنا له مكان ده دلوقتي باجماع اللجنة كمان مكان ده فاضي وإحنا عايزينك في المكان ده برضو المرة التانية خالد بيضحي لو هو عايز اخدها كده أو احنا اخدها كده لكن هي محدش بضحي مع النادي الاهلي لكن بيخدم النادي الاهلي عشان كده خالد اتواجد في هذا المكان اخش على قائمة بقى الاسماء والزمل اللي فوق السن حسب الاعمار كده حسب أنا متذكر طبعا الدكتور محمد شوقي الاستاذ طارق انديل الاستاذ محمد الغزاوي الاستاذ محمد الضماطي كابتن حسام غالي والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد صراك برضو الاختيار بتاعهم تم وفق لان احنا حاطين رؤى عايزين كل واقع فيه مبالي دور في الرؤى المحطوطة اللي جاء ان شاء الله تحت السن عندنا الاستاذ محمد الجرحي وهو عنده دواتي اربع سنين فاته وفي خلال اربع سنين ادى وشوفنا يعني ان يستطيع ان هو يكون لي دور قادم اقوى من اللي فات ثم بقى بنتنا اللي احنا بنقدمها وبنحقق رؤى النادي ان احنا بنحقق يعني بنحضر كوادر جديدة بنتنا اللي هي برضو عنصر النساء اللي موجود مية عاطف مية عاطف هي سباحة بناجل اهلي بطلة مصر بطلة افريقيا مية عاطف تلاتين سنة مية عاطف نجحة جدا في شغلها وهي برضو مهندسة اعتقد معمارية معمارية مية السلوك والخلق والرياضة من اول ما داخلت النادي وهي لسه طفلة صغيرة لغاية النهاردة مثالية ما اسمعناش عنها مرة ان في مشكلة حصلت ما اسمعناش مرة انها تدخلت في حاجة مش مظبوطة فماي اعتقد ان هي من الكوادر اللي بنقدمها واللي انا شايف ان شاء الله ان دي ممكن تبقى كادر ناجح جدا شاب شاب يعني لسه سنه صغير يستطيع مع الخبرات يكون في مكانة تانية هو ده اللي احنا تواصل يا جماعة الاجيال ده هو ده شيء مهم جدا اخر حاجة ممكن اعاز اتكلم فيها بقى ان هي حضراتكم بقى السادة اعضاء الجماعية العامية انتوا اللي بترسموا وانتوا اللي بتكتبوا مستقبل ناديكم فانتوا لازم تشاركوا وبيكسافة كبيرة جدا 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 في مستقبل النادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي القادم زي ما عملتوا زي ما احنا متعودين منوك كل الفترة اللي فاتت انتوا ليكوا دور ودور كبير جدا انتوا اللي بتجيبوا الناس انتوا اللي تقدروا تفكروا ازاي يبقى قايمة واحدة قايمة متجنسة يبقى قايمة فيها انسجان بين كل الاطراف علشان انتوا بالدنيا تيتمشي كويس وعشان النادي الاهلي باذن الله يكمل ناجحها ويكمل المستهدف تعب اذن الله عايز اقول برضو ان جماهيري النادي الاهلي بدعمها كبير جدا جدا لكل الالعاب وللنادي الاهلي بشكل عام هو قليهم الحقيقة كل الشكر وكل يعني مش عايز اقول الفضل لله سبحانه وتعالى بس كل الشكر في الدعم ده واقول لأعضاء جماعية العمية ان كل واحد فيكم بيمثل شريحة كبيرة جدا من الجماهير وهي ملائق صوت داخل النادي الاهلي انتوا صوت صوتك بألف صوت عشان كده انا ان شاء الله عندي صوت كبيرة جدا في جماعية العمية انها تاخد بايد النادي الاهلي لمستقبل افضل ان شاء الله بشكركم جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة